مصطفى منبع للصفى سيد الأنبياء مش عالف الوفاء كان في عقفه لليتام ديفاء مصطفى مصطفى منبع للصفى سيد الأنبياء مش عالف الوفاء كان في عقفه لليتام ديفاء عنا قلبي له بعض شوقاً إليه ليس أرجو صباح شربة من يديه الصلاة عليه والسلام عليه في السماك الضاقى وهدى بالناقى وغدا وجده نيراً مشريقاً وكان بالعف فيه حين حال اللقاء قال فل تذهبوا أنتم تولقى مصطفى مصطفى منبع للصفى سيد الأنبياء مش عالف الوفاء كان في عقفه لليتام ديفاء مصطفى مصطفى منبع للصفى سيد الأنبياء مش عالف الوفاء كان في عقفه لليتام ديفاء حق کے دل تاركو شاہِ عمد راڈكو میرے سرکار کو سب کے غفل خاركو مصطفى منبع للصفى سيد الأنبياء مصطفى سيد الأنبياء ثقاف جوالل بقول مصطفى المصطفى سيد الأنبياء سيد الأنبياء كان في ترة أش ماد العسفى سيد الأنبياء متى الرحيل مصطفى منه سい Live فضح ، streamlined卓ال Hasid, سيد الأنبياء شغل خات حسب. مصطفى منشب. ذكر صحابہ ہی توبس کیا اس میں ناراض ہونے کی جا بات ہے ان کو رضی اللہ عنهم خود خدا نے کہا اس میں ناراض ہونے کی جا بات ہے اس میں ناراض ہونے کی جا بات ہے سب سے پہلے خلیفہ ابو بکر ہے یعنی کے سب کے مولا ابو بکر ہے سب سے پہلے خلیفہ ابو بکر ہے یعنی کے سب کے مولا ابو بکر ہے ان کا رتبہ بڑا بعد اس انبیاء ان کا رتبہ بڑا بعد اس انبیاء اس میں ناراض ہونے کی جا بات ہے او میں نے ذكر صحابہ ہی توبس کیا اس میں ناراض ہونے کی جا بات ہے ان کو رضی اللہ عنهم خود خدا نے کہا اس میں ناراض ہونے کی جا بات ہے